أكدت الولايات المتحدة أن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية بدون طيار في حربها ضد أوكرانيا وذكرت أن إيران منخرطة الآن بشكل مباشر على الأرض في شبه جزيرة القرم أقل منسق والد صلاة الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي اليوم يمكننا أن نؤكد أن العسكرين الروس المتمركزين في القرم كانوا يقودون طائرات إيرانية بدون طيار ويستخدمونها لشن ضربات في أنحاء أوكرانيا بما في ذلك ضربات ضد كييف وأضاف أن عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم ودعموا روسيا في هذه الهجمات وأشار أيضا إلى أن روسيا تلقت عشرات الطائرات بدون طيار وأنه من المرجح أن تستمر في تلقي شحنات إضافية وتابع أنهم يشعرون بالقلق من أن روسيا قد تسعى أيضا للحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران مثل صواريخ أرض أرض وأوضحنا الإيرانيين الذين تم نشرهم في شبه جزيرة القرم يتألفون من مدربين وبعض مقدم الدعم الفني لمساعدة الروس على استخدام الطائرات الإيرانية بدون الطيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا